محمد شريف وشدي حسين لما شاركوا في المباراة شفت ان هم مفادوا النادي الاهلي وجميل محمد شريف اصبح مخيف لجماهير النادي الاهلي كريم انا لا استقاصي ابدا على محمد شريف نشغل الحالات النهاردة بتاعة محمد شريف وخذني اقولك رقم سيء جدا وحنا بنتكلم على الحالات ده جزء من قرارات وطريق تصرف محمد شريف بالكرة النهاردة محمد شريف النهاردة اللي بيلعب شهد قياملة كريم اكتر لاعب النادي الاهلي طوال المباراة فقدر للكرة سبع مرات اتخذت منه الكرة تحت الضغط سبع مرات النهاردة اللاعب الاعلى في الفارقين اسوأ لاعب واكتر لاعب اتخذت منه الكرة النهاردة كان محمد شريف القرارات وهتقفل عند الهجمة دي بعد شوي وقف هنا قرار ممتاز من محمد مجد أفشا الويت يا كريم انتظر لحد ما طلعه محمد شريف حطاه له قبل التسلل وكمل الكرة دي كانت في الديقة 76 والنادي الاهلي متقدم بهدف امام الداخلية المنقوس من اللاعب وهذا هو الهنهاء وللمرة رقم كتير جدا اللي النادي الاهلي بيجي له فرصة قتل مباراة او التقدم في مباراة او حاسم مباراة وبيضعها مهاجم النادي الاهلي بهذه الطريقة واحدة من الحاجات اللي عمان محمد شريف عشان يستحق النهاردة انه يخاو جميع النادي الاهلي الامر بقى صعب جدا وخرج برة دايرة طبيعية بتاعة العيب بيخطئ او العيب غير موفق الامر امتد واصبح الفرص اللي بيخطئها محمد شريف كتير جدا كمل هاتلي هاتلي الهجمة اللي بعديها كمان عشان الهجمة اللي بعديها دي اكثر فداحة لان فيها لقطة ناس كتير ماخدتش بالها منها كمل كمل وقفل لا ارجع 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 محمد شريف بيزوق ازميله والحاكم ما شافهاش في الكادر الاولان يا كريم ووقف الفار قال له استنى عشان يعيد ويشوفه ده عشان هو كان متخيل ان مش دي مش الدفعة دي اللي علاها المشكلة الدفعة الاولانية اللي كان فيها وقوع غريب من رامي ربيعة لانه نتيجة الدفعة من محمد شريف الطبيعي الطبيعي ان الاقرب للكورة هو رامي ربيعة فزقه محمد شريف عشان يخش يكمل الكورة فلطالها محمد شريف لا لا ما عايش ارجع ارجع شوية انا ما كنتش خطر بالي منها والله فعلا ارجع يا والله رامي رايح يجيب الكورة رامي رايح يجيب الكورة فزقه محمد شريف اوكي كمل بقى او ذاق محمد شريف. فوقعت رامي ربيعة مسترددها مدافع بالدقلية. سببها الدفعة بتاعت محمد شريف. ان انت تكون انانية يا كريم حاجة مهمة عند الهداف. انا مظنش انها انانية. حاجة مهمة عند الهداف. على فكرة ده مش عيب. لكن ان انت تكون الكرة في اتاحة. هو لما ذاق رامي بعد عن الكرة. اه يا جيمي معلش. انا برضو عشان منظنش ظن خاطئ. لا بالعكس اقول الانانية عند المهاجم هي شيء حميل. لا انا اقصد انه ذاقة دي مزاقة ان انا رايح اجيب الكرة فبزوء رامي ربيعة. هو انا اعتقد انه لا في لحظة في لحظة دلوقتي هو مش شايف ان رامي في استحوز الكرة. لا اقصد انا انا بالنسبة ليه في الحالتين في الحالتين. طبعا طبعا طبعا. لقطة غريبة جدا جدا. محتاج هو نفسه يسأل نفسه ويراجع نفسه. لقطة غريبة او يا كريم. ان انا هجبة بالشكل ده بعد خطأ اعماد السيد. وعندي كرة فرصة ان انا ارجع في المباراة في الدقايق الاخيرة من المباراة تبقى بالشكل ده. الموضوع بقى صعب جدا. شوف كمان الحالة بقى بعديها بتاعت شادي حسين. وتصرف غريب جدا للمهاجم لما افشة. واحنا كنا اثنت على افشة كريم. هتلاقي كرة بتاعت شريف افشة اللي عملها. في تصيوب الافشة. هتلاقي الب ked deixa. fluel. الحالة بتاعت شاديها. دي الاعادة بتاعتها عشان تبقى اكثر وضوحة انا كريم. دي الاعادة ب تصريب obligations. دي كريم كمان. هالتصرف هي دي الحالة من اولها خلاص عد ذي. مكلمنا Sticker. غريبة دا هنا هنا الاعادة ريها كريمة عشان تبقى اكثر وضوحنا ايه ايه الدفع ايه بتاع الشريف في ظهر رامي ربيعة هاتلي ايه ده الكروس بقى بتاع افشا كملها كملها مشيه على الحركة الطبيعية بتاعتها يلا افشا كروس دقيق جدا ممتاز وقف هنا وقف هنا وقف هنا ارجعت هنا معلش بصها بصها كريم مفيش مهاجم بيعمل كده مفيش مهاجم بيعمل كده ابدا 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 ينزل تحت الكرة بالشكل ده لا هو شادي حسين يبدو ان هو زاكرته التهديفية او زاكرته كراجل واحد من من افضل اللاعبين في الدوري الموسم الماضي واللي قابله مع سراميكا كليباطرة حتى في الممتاز بيه لا فيه قزمة ثقة كبيرة جدا جدا عن شادي الكرة دي مفيش مهاجم ولا مدافع ياخدها بالشكل ده لو اخد الكرة من تحت رغم ليه يا كريم لانه اتحرق غلط سبق الكرة ونزل تحت الكرة هو الطبيعي مع الكروس الدقيق جدا عامل محمد مجد قفشد الكروس ممتاز كان ياخد الكرة وقابلها بشكل افضل من ده حتى لو مدخلتش لكن الشكل نفسه بتاع اللحظة وصوله للكرة كان قليل جدا فشادي كمان محتاج ازمة كبيرة الراجل الراجل بيعاني يا كريم مرسي الكولر رغم النوع او ابي عنده اخطاء زي ما اتكلمنا على مورات سانداون لكن النهاردة الراجل بيعاني هيعمل ايه دي حالة المهاجمين بتاعت النادي الاهلي الراجل هيعمل ايه كمل كمل هاتلي بقى كمان متكلم عليها في عجالة ليه النهاردة مرسي الكولر غير مكان علي معلول ليه ادى وظائف مختلفة لعلي معلول النهاردة جوه الملعب يلا بص وقف 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 ده مين يا كريم اللي بستلم هنا علي معلول بستلم فين في قلب الملعب الراجل الشوت الاول مسيرة من العشوائية خمسة واربعين دقيقة بلا صانع لعب ليه ما كانش عنده صانع لعب يا كريم حسين الشحات مصاب علي معلول وصانع اللعب بتاعه بالنسباله التاني من الضهير الايصر والتالت هو افشا افشا ما بدأش المباراة حسين ما بدأش المباراة عالي ما بدأش المباراة الاهلي لم يصنع اي فرصة خلال الشوت الاول دخل علي معلول يلعب في عمق الملعب النهاردة عشان يبقى يعمله عملية الصناعة كمل لي بقى دي وهتشوف الراجل عمل اللي احد الاهلي خمسة واربين دقيقة مش عارف يعمله صناعة كرة الاحمد الكندوسي قطع الخطين ودخل الراجل جوه التمنتاشر لولا الانهاء الغير ضخيق من الكندوسي كانت ممكن تشفى لعنها ده هاتل اللي بعدها في الكرة اللي سددها علي معلول الراجل بيسددها من على خطة التمنتاشر او من دخل التمنتاشر اتحرك دخل دخل كمل بقى تعليمات وبصوا واقف هنا كريم جوه الملعب الراجل مالوش علاقة بالخط تماما واقف جوه الملعب وبيسدد التزديدة حتى في كرة الجولة كريم كان في نفس الشكل وبنفس الطريقة الهدف بتاع النادي الاهلي